موسيقى 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 الشفار يحيد لكي يتحرك ومالكة ستحرك خدمة ومعنا نحن هذا ما يجبنا الحال قرار صائب ونتمنى ونكونوا قرارة أكثر لأننا كاين مسؤولين وكتر من هذا وتنتمنوا لأن هذه البلاد تزيد تقدم لنا كافة كافة موسيقى خبر صار الجميع لأننا كنا مع الشعب المغربي طالعوا الدم ومحتاق وكي يشوف بأنه ينهب التروات وكي لم يكن إعفاء أو محاسبة القرار صائب تبارك الله سيدنا والله يطولنا في عمره القرار اللي خده جلالة المالك يعني يرى صائب اللي ما كي يخدمش مشي في حاله إحنا إلاجا جلالة محمد السادي سيقلس معنا غي في الحومة ويشوف غي غي واحدة ربعة ساعة ويدور غي حومة واحدة غادي يشوف المنكر اللي كاين قرار صائب احنا معاه الشعب معاه الحمد لله ينصروا ويخليه لنا هو الوحيد اللي عندنا الأمال فيه فهد المغرب هذا ما كل شي كي شغال مصلحة دياله ومصلحة ديال الحشية دياله مشيغل إعفاء مثلا كينا قدية الكراطة الوزير المشكلة للكراطة مشيغل إعفاء وترشح ولا نائب نسال المجلس البرلماني هذا هو المشكلة اللي ما بغينش غدال القوة بن عبدالله عود تاني ولا محمد السادي رجع لنا تنشوفوهم مش يدوه من هنا هذا ووزير شدوه من هنا اعطيه القطاع خر وهذا حرام وتنتمنعو تكون مازال صرامة قرار زعمة صائب اللي يهمك يعمل الخدمة دياله صراحة ما عنده مزيد يعمل يشتش كينا واحد اخر يقدر يعمل حسن منه ويقدر يعمل دديك شي اللي يعمل ويفوته صراحة ولكن غير تمنينا لو كان كان هذا الإعفاء مرتبط بالمحاسبة المحاسبة تكون هذو المسؤولين يقع اللي يخلف المسؤولية دياله وغسو يتحاسب وش كتلقى هدك ببه كان قاضي هدك ببه كان مقدم يعني ولده خصي يكون ببه كان رئيس مقطعه يعني ولده خصي يكون يعني احنا ما ما نلقوش لاحق له ولو احنا يا عايشين القانون الغاب ويشوفوا مثلا المسائل ديال الصحة ويشوفوا التعليم وكين بعض المسؤولين اللي اقولها بكل صراحة من قطاع القطاع ولا يفقهوا في اي شيء ممكنش غير نعفوك وديدوك الفلوس اللي يسمع زوين هدو القاضي هذ غاديمشي نسرق والله انصافي ميبغينا هدو القارر الصائب والمغربة كلهم فرحانين بين ميبغينا يكون بالمحاسبة ارادوك الفلوس ارجعوا لخازينة ديال الدولة بيهون بنو مستشفيات بيهون دير بالزبد الحواج يا يخدم يا يعطين واحد اخر يخدم اما ديك صالر يشابه رؤيدا بسالم لا ميمكنش اشتركوا في القناة